السلام عليكم اليوم سنتحدث في فيديو جديد عن هون كونج و مكاو البلدين تقريبا ان الناس كتير بتتجنبكم في جنوب شارير اسيا علشان هم غالين جدا و صغيرين و مفهومش حاجات كتير تتعامل مقارنة بماليزيا و اندنيسيا و تايلاند و اليابان و كوريا الكربية و بلد الى زالين الرحلة دي هتبقى مختلفة مش جاي كل الرحلات اللي هبقى اطلعها بتبقى اون بودجت والكلام ده كله لسببين البلدين غالين جدا و مش هتقرب تعمل حاجة لو انت راح توفر و انت راح توفر و انت راح توقد يومين ثلاثة في كل بلد فمحروض ان انت بقى تدفع في كل الاماكن انت توقد فيها و تدفع كتير اقوى التفاصيل ان شاء الله و احنا هناك اشوفكو على الطيارة خلينا نبدأ بالاول بمكاو لان انا سفرت من ماليزيا على مكاو و المكاو خدت فيري ل هون كونج و من هون كونج ريال التاني على ماليزيا طبعا مش هتكلم عن انت ازاي تحجزتك الطيران رخيص لان الحوار ده هرسناه كذا مرة في كذا فيديو و فيه ناس كتير بتتكلم عليه بس هي تقريبا احسن خطوط طيران بتاخدها بجنوب شرق اسي و لو انت بتحجز بدري ممكن بتاع حاجات فيها ازاي فيه حاجاتها سيبها في لينك تحت كده موجودة حاليا ان فيه مثلا رحالات طيران ب 20 و 25 و 10 دولار من مدينة لمدينة تانية او من بلد لبلد تانية مكاو هونجونج البلدين مش محتاجين بيزا من المصفيين بس بيبقى فيه طلبات كده بتطبوها واحيانا بيتغليش على ناس كتير جدا ولو معاكش الطلبات دهية في المطار وارج جدا وطبيعي جدا انه هو يرجعك البلد اللي انت جيت منه واحيانا ممكن يدفع كمان تيكت الطيران اللي انت هتدفعه وانت يرجع بلدك مش انه هو بس مجرد بيرجعك على نفس الطيران وخلاص طبعا انا عارف ان الكلام ده وقت بتطبوه في المطار سواء في هونجونج او في مكاو وبالذات من المصفيين اللي جايين من مصر او من اي بلد عربية بيركسوا معاهم اكتر من انت لو جاي من بلد تانية بالذات حتى لو انت معاك في كاما لان انا اقعد حالين في ماليزيا فممكن الامور بتيبقى بسيطة واسهل شوية مقارنة باي حد جاي من مصر او من اي بلد عربية السبب ان المصفيين الوقت يصعب ان هما يدخلوا هونجونج في مكاوة وبقى فيه طلبات بتطبوها منك في المطار المشاكل اللي حصلت بسبب مثلا التجار والناس اللي كانت بتسافر سياحة وتكسر او بتمد وطعد وبعد كده بتمشي وبتدفع فلوس كانت بتحصل كتير جدا خلال السنتين اللي فاتوا علشان كده كانوا بيصعبوا شوية الابراء قد الوقت في المطار وفي ناس كتير فعلا كانوا بيتكلمني انها بيصالها مشاكل هناك وبترجع خلينا نبدأ بالطلبات اللي هما بتطبوها سواء في هونجونج او مكاو تقريبا البلدين نفس الطلبات بالزبط لان انت اصلا ممكن تتحرق ما بينهم بفيري يعني انت برس تاخد بوت او كارب وبتتنقل من المدينة ديت او من بلد ديت للبلد التانية ومنتها سواء في اقل من ساعة تقريبا انا داخل المطار بتاع مكاو وانا حاطت في دماغي ان تي سيناريو ممكن يحصل وانا هيوقفوني وهيسألوني وانا مش عامل احتياطات لا اي حاجة ولا اواخد معايا فلوس كاش كتير زي ما هم طالبين هم تقريبا بيصدوب حوالي سبعة ومين دولار كاش او اللي هو دولار امريكي لازم كاش مش حتى او ديبك كارد وتورير الحساب بتاعك لا لازم يبقى كاش في كده ويبقى عندك حجز في فنده او اقامه هناك في اي مكان طول الفترة تقريبا اللي انت عايد هدية ويبقى معاك تيكت خروج من البلد ديت سواء هونكونك او ما كان ومهم دخلت المطار ويحنا في المطار شرطي ناس كتير وتعرقنا عليهم ودخلين بقى الجروب على اللي هو بيدينا الاستامق وبعد كده بمحرول ان احنا نعديه اول حاجة فهو طلع مفيش استامق هو بديه ورقة صغيرة كده جوه الباسبور المحرول ان هيا ديت ما قداش لان بتسلمها تاني وانت خارج بالذات للمصريين الحمد لله ان هيا مضعتش مني لان اوكم شعر في النقطة ديت وبعد كده وهو بيفتش في الباسبور رح بصصتك ايه قال لي انت بمصر وقلت له اه اللي جاي تعمل ايه قلت له جاي اسياحة يونين فراح ندح على حد تاني دون ان عن كل الناس اللي كانت وقت معايا كلهم يعني خدوا الورقة ديت وخرجوا على طول اه وانا الوحيد اللي وقفوني ودخلوني كده مانتب تاني بيعملوا معايا حد يجيب يتكلم معي انجليش لان مش كلهم يتكلموا انجليش كويس امهم طلبوا مني بقى ورقة كده وحاجات تانية كتير قال لي انت معك كاش قلت لهم لا انا معايا قال لي معكش كاش خالص قلت لهم معيش اي كاش بس انا ممكن اسحب المشين دلوقتي لان حصل معايا موقف ان انا فلوس اضاعي طب كده وحتى ارسم لهم سيناريو وهم تنعوا بيه وطلب مني الاقامة وانا كنت بالسطفة حاجات في اخر يوم في قصص كده هناك في مكاو وكنت نعوا الصراحة ان انا اشوف حاجة عن طريق بس كاوتسيرفنج في مكاو كان ميت خالص مفيش اي حاجة لها علاقة بكاوتسيرفنج هناك ولا ابنتات ولا حسسس ولا اي حاجة غير حاجات نادرة كده وما حدش طبعا بيرود عيه فالمهم وريته الاقامة بتاعتي عن طريق الايميل وقال لي طيب ماشي هو كان عايز العنوان بس مش عايز حاجة مثلا فيها بشيبت او ان انت دفعتها او حاجة فهو محتاج بس العنوان وبعد كده قال لي احنا محتاجين تكت الطيران بتاع خروج من مكاو وقالت له انا خارج من مكاو عن طريق فانا طبعا ما دفعتهاش هاحجزها بعد تاني وقال لي انت اتقعد هنا قد ايه وقالت له هو يومين قال لي في حد جاي معك وقالت له فينا صحابي قال لي جيت زورت السيناب وقالت له لا مزورتش السيناب اسئلة كلها كانت عبيطة بس يعني مش فاهم حسيته ان هو انت ايه اللي جابك هنا المهم خلصت الحوار ده كله خد الباسبور بتاعي وختم وصوره وبعد كده خلاني امضي ان انا معايا فروس تكفيني فترة ديت وان انا هخرج خلال فترة معينة وخلاني اكتب الادرس بتاعي او العنوان بتاعي اللي انا ممكن فيه حاليا في ماليزيا والعنوان بتاعي ثو مصر مش عارف ليه كل الانتراءات ديت ومهم خلصت واخراك طبعا كانوا صحابي بالتاريخة علي الناس اللي انا كنت قاربتهم اللي هو مداش معنا انت الوحيد اللي وقفت كده سويتهم حصل خير احنا طبعا ناس سبيشال في اي بلد لازم يرحبوا بنا في اي حد تقريبا نفس السيناري ده هو تحصل معايا وانا خارج وده ات حاجة غريبة جدا اند انا خارج من بلد يعني انا حتى لو عايز اهرب او عايزين تطردوني لازم تخرجوني وانا خارج ووقفوني نفس الوقفة ديت وسألوني برضو على كام سؤال كبه فكل واحد مسافر هونجونج او مكاو يعمل حسابه وانا هو هيتسائل اسئلة ديت ويبقى جاهز سوابه بالفلوس او بالاكموديش بتاعته او بتاكت دائران خروب او البلان بتاعته هناك خارجت من مطار في مكاو وحرفيا البلد كلها ادي كده يعني تقريبا وسط البلد اكبر من مكاو حرفيا وسط البلد كلها اكبر من مكاو مكاو بشكل عام ما فيهاش هايلايتس وما فيهاش نانشر زي ما الناس متخلقين في شارق اسيا فهتلاقي بقى فيه حاجات طبقية كتير وبلد كبيرة ومتحدرة هي بلد متحدرة جدا بس حرفيا هي كلها كازينو هات اي حتة بتمشي فيها بتلاقي فيها كازينو هات اما حاجة كبيرة اوى اما حاجة ضيارة وهو ده الحاجة العديد هناك تقريبا كل الناس اللي في اسيا اللي بتعمل لازم بتروح على مكاو حتى الناس الاجانب برضو بيروحوا على مكاو لان هي عاصمة الجامبليم تقريبا فيها ارخص حاجة تقريبا لقيتها في مكاو لان انا عارف ان هي غالية جدا كانت بعشرة دولار وهي دي دفعنا اخدتها بس كانت نضيفها واللوكيشا بتاعها كان كويس جدا رغم ان انا طهت هناك علشان اوصل حاجة مهما جدا في مكاو اعمل حسابك ان ان انت وارد جدا ان انت تكون حاجة مسلا فحصله عشان توصل ده العنوان بيبقى صعب شويتين تلاتة فصعب ان انت توصله ومتاخدش جاب ومتاخدش تاكسي ولا اي حاجة هناك مواصلت حلوة جدا لان التاكسي غالي جدا حتى الناس بتوع مكاو لما سألتهم عملي كلا ان احنا عايزين نتناق ان المكان للمكان التاني اي اوعا تاخد تاكسي خد اوتوبيس وانق المتوبيس دوت الاوتوبيس التاني ودوني البلان او الماب بتاعت الاوتوبيس علشان نتناق الوتاجان بالتاكسي الناس بتاعت مكاو نفسها حط تدميرك ان في ناس كتير في مكاو ما بتتكلمش انجليش وبنا عليه حاول تتخلي كل المعلومات اللي انت بتاخدها عن المكان اللي انت رايحه او التفاصيل اللي انت عايز تتعملها هناك تبقى تاكسي علشان ما تحتاجش تسأل كتير لان احيانا بتبقى سخيفة جدا وانت لايه وقف وعاود تساعدك بس بيضلعلك جوجل ترانسليشن يقعد اكتبك او يسمعك بايس نود بالتاكسي ويحاول هالك انجليش وحوار كده سخيفة فانت حاول تتجنب الكلام ده كله عن طريق ان انت تتخلي كل المعلومات بتاعتك في المدينة او المكان اللي انت رايحه ايه بقى اكتبك او انا وصلت مكاو تقريبا ساعة تمانية بالليل وخرجت علشان الليف كده واشوف يدغسل فين ورجل اقل ان هو اعمل لي فيك او بالمكان معين وداني اللوكيشن كان غلط يعني حاجة ما كانتش متوقعة وخالص وما كانش عندي مشكلة الصراحة اعدت ليف حرفيا انا تهتف مكاو في اول يوم بس من الساعة تمانية للساعة اتناشر او لساعة واحدة كنت عمالة ليف وانتقائح يعني انا بليف وانتقائح وحرفيا انا زرت مكاو كلها في اول خمس ساعات وانا هناك لاني تاني يوم انا فتحت الماب وقعدت اشوف بقى الحاجات اللي هناك الحاجات اللي انا ممكن ازورها او اشوفها او ايه الحاجات اللي هي انتريستن هناك الحاقات اللي انا شوفتها بالليل هي نفس الحاجات اللي انا هنزورها الصبح واصبح وان مزورتش حاجات كتير الليل انا شوفتوا كل حاجات rats لماذا ايه اليه اناك'. انت المفروض تزورها في مكاو او ايه حالي Drug Councilة ممكن لتزورها في مكاو فهو فيه كزا ميدان على babe12 toy ب琥ل وفي مكاو اطور برضو هذا Dave Veo فيه لطيف بالليل والصبح بابقاسب بخصوص بس انا كنت وصلت في يوم كان حرر جدا الصبح فما طلعتوش. وملخص الاماكن ديك كله انا عملت بلوك فيها اسيب اللينك بتاعه في ممكن تدخل وتشوف كل مكان ايه الميزة اللي انت ممكن تعملها هناك ولو فيه فيز انت مفروض بتدفع قد ايه في كل مكان. بكده انا خلاص مكاو وما كنت يسمح تاجعني فيها حاجات كتير لان انا حرفيا اروحت عدت يوم واحد هناك. وتنقلت من مكاو او اتحركت من مكاو على هونكونج وخدت فيري. اه حاجات فيري هي تقريبا بتاخد 45 او ساعة لابد لما توصل الى هونكونج. بس وانا خلاص مكاو حصل معي نفس اللي حصل معي هو انا داخل. انا مش عارف ازاي انا خارج من البلد. وراح موقفني. قال لي قاتل باسفور. راح قاعد يصوره. سألني نفس الاسئلة اللطيفة. اما ان خلصت الاسئلة المملة اللي انا صراحة كنت مددى كتا منها بزات. وانا خارج لان اول مرة تحصل معي وانا خارج من البلد بيسألوني الاسئلة داية. اما ان خلصتها واداني الفسور ومشيت. وانا داخل هونكونج راح اقف. واخديني بقى استلموني فعلا في هونكونج. او لما نصلت هونكونج وانا داخلين على الاميجراشن او الاميجراشن كاونتر عشان ناخد الخدمة بتاع الدخول. واللي هو طلع برضو ورقة زي مكاو. وانا ما كنتش اعرف كده. اه راح قال لي ممكن بعد ازنك راح تقف اين اثانية. وراح بعد ما خلص حكام حاجة كده عنده على الكمبيوتر قال لي تعالى معي داخلنا الافيس. قال لي انت شغالي. بقى لك ادقيق. قاعد فين دلوقتي. انت جاي من اه كنت ساكن فين في مصر. وبتعمليه في مصر. اه شغال في شركة كذا في ماليجيا. طب ممكن توريني صورة لي كنت في الشغل. لهو بتاكد ان انت شغال فعلا والبيانات دي اتصح. فقلت له بحيالي الاشئلة دي كلها انا ممكن يوريك صورة او من داية حاجة انا مش الممكن اوريها لك. بس كان مهزار طبعا يعني انا يعني كنت فليكسبل اول مع الراجل. والراجل فعلا كان بي ازر معي. قال لي وريني الفلوس الكاش اللي معي. قلت له انا عارف ميام بمعيش اي فلوس كاش. قال لي خالص. قلت له خالص انا ممشي بدي بكارد. لان حسن معي ما او كده. برضه نفس السناعي اللي انا عملته في مكاوة وقلت له حسن معي ما او كده. ان انا فلوس ضاعي. فما اممشيه بكاش. بمشي بالكريب كارد. عايز ساعة نشيك على الاكام بتاعي انا ممكن افتح لك الحساب من التليفون دلوقتي. فقال لي لا لا خلاص مكفيش مشكلة انت هتقعد لدي ايه فون كونج. قلت له هاديو مين. قال لي وبعدين قلت له راجع على ماليزيا. فقال لي خلاص ماشي. قاعد نعمل كم حاجة كده على الكمبيوتر. وقاعد نيهزر معي شوية كده لحد ما كان فيه مش عارف كان فيه تقريبا على الكمبيوتر كده او بتفاكل حاجة. وبعد كده قال لي استنى شوية. ساب لي بتاع عشر دقايق ورجع قال لي تعال معي الفضل اداني الورقة ويدخل لي. اه حاجة انا مكنت استطاقعة خالص صراحة انا اعتقدت ان هو يسأل لي كل الاسئلة ديت على الكاونتر. لان ده كاونتر ده هتلاقي ناس كتير جدا يعني يوارد ان رتائم اصفين او عرب كتير جدا بيدخلوا فهتلاقي اسئلة بسيطة بس طلع لها ده لازم بياخدك ويقعدك في اوفيس لوحدك كده وبيجي يقعد معاك يعني بيعمل لك فعلا انبستيجيشن حقيقي. طب ايه اللي بتخلي الناس كلها بالسافر والعرب وهكذا. هون كون هي بالغاية جدا بس انت عارف تتعمل بتيها بيزنس او ان انت شغال في الاستراد والتصدير ممكن تعمل مصلحة كويسة بمعنى صح. بس الاسب الاحوال بايضة دلوقتي في مصر فما عاش في ناس كتير. بس انا اه عن طريق ايه العرب اللي انا شوفتهم هناك او اللي انا شوفتهم هناك او اللي انا شوفتهم هنا في ماليزيا كنا ساغالين في هون كون بيقولين ان الدنيا هناك او مستوى معيشة عالي فانت طبعا لما بتيجي تحول العملة بيتلاقي فيه فرق شاسعة مع العملة العربية ايه. في مكاول لما وصلت انا كنت ناسي خالص ان الماكدونج هناك مش حلال كنت ناسي خالص فعلا ان الماكدونج مش حلال لان كل المطاعم هناك كانت صيني وبيتباحوا بالطريقة بتاعتهم فكنت مدور على اي براند ويشايل من دماغي خالص ان البراند ده لازم يعمول عليه ختم حلال زي ما موجود في جنوب شرق اسيا في معظم البلاد الدارية. وفعلا افتكرتش غير وانا في هونكونج ربنا سمحنا بقى ساعتها. اه وصلت هونكونج وعارف من ناس صحابي ان فيه اماكن كتير فيها ناس هنود وفيها ناس باكستينيين وفيهم ناس عرب فهتلاقي فيه مطاعم هناك حلال. انا مش حبا في العرب اوي ان انا شعبهم في مصر فانا هروح ادور عليه في هونكونج بس انا كنت بدور على حاجة حلالة. وفي الاخر وانا هناك كان فيه تقريبا اشهر شارع في هونكونج اسمه نيثان رود تقريبا. اه ما كانش فيه اي حاجة قدامي ديها علاقة بالعرب غير محل واحد وكان غالي جدا. علشان تعمل او ينزلك السلطة اصلا او العيش واي شربة كان بيبدأ كده يقولك باسم الله الرحمن الرحيم عشرة دولار او خمساشر دولار. ده كده انت في بس فانت لو تطلب ميل ممكن تدخل في العشرين تلاتين اربعين خمسين على حسب بقى اللي انت هتطلبه. ودور في الاماكن المعهولة. يعني ده كده مش غالي. ده كده في الاماكن المعهولة. كنت رايح هونكونج وفي الوقت اللي بيحصل فيه مظاهرات والحاجة اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا على الفيسبوك. ان في مظاهرات والناس كتير في الشارع والدانية من درمغة والمترو اللي بيكسر. فانا رايح قد فيه حاجات باقية لانا اصورها وعمل حسابي وماشي بالكاميرا اصلا طول الوقت على اساس ان انا اصورها. بغض النظر عن اللي حصل ده انا وصلت هونكونج قال له يركب المترو فانا حاطت في دماغي ان المترو اللي انا كنت بشوفه عن طريق الفيسبوك كان من دربة في ناس كتير بتعمل مظاهرات هناك. فوصلت لقية الدنيا هادي افالس. فوصلت الهوستل بتاعي. قلت له بقول لك ايه هيا فيه من المظاهرات اللي يبقى لي مظاهرات ايه. قلت له مظاهرات بتاعت هونكونج يبني انتباش هونكونج كلها عامل مظاهرات. فقال لي لا 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 ده هي بتبقى يومين في الاسبوع واماكن معينة وهكذا. ما لقيتش فعلا اي حاجة طول اليومين اللي انا كنت فيهم رغم انها كان نفس اشوفهم لان احنا بنشوف اعداد مهولة بيقفلوا الشارع كله. ففي حاجات ممكن تبقى. الفوتوغرافر هتبقى حاجات بكوائية. الهايلايت بقى بتاعت هونكونج هي فعلا ديزني لاند. ديزني لاند طبعا مش بتاعي ولا اللون بتاعي اصل خلص صفر بس يعني. قلت ماشي طالما انا رايح هونكونج هزور ديزني لاند زي ما كنت فوتت مش فاكر حاجة كده في سنجابور. ما دخلتاش يعيني برضو مش انا انا بحب الجبال الطبيعة اللبات الكلام ده كله شلالات. لكن مش هروح انا على حاجات زي مسلا ديزني لاند او العاب وملاهي وكلام ديزني لاند طبعا هي الهايلايت بتاعت هونكونج. يفضل ان انت بتاخدها في طرق كتير للحاجز اونلاين ويفضل ان انت تاهج اونلاين عشان تاخد تيكت رخيش. وتحاول تتجنب الناس اللي بتبيع التيكت برر. لان ممكن تضايح حاجة فيك. انت بتدفع تقريبا سبعين دولار او تمانين دولار عشان تدخل. فانت مش مبلغ قلية يعني. فانت حاول ان انت يتجيبي الحاجة اونلاين. التيكت اونلاين من بدري عشان تاخد اسكانت او تجيبهم في كونتر. ان في ناس هناك الصراحة انا نفسي اشتريت من واحدة كانت تشارك كزا تيكت. كزا تيكت. قلت لها انت هتدخليني بي وهدفع لك الفلوس واحدة. علشان اتأكد بس زمان. لان هو كان ارخص من تيكت اللي على الكاونتر. فاخدتوا منها وفعلا دخلت وما كانت فيها اي مشكلة. بس في كزا حاجة في التيكت. فيه تيكت ممكن تستخدمه اكتر من مرة. اللي هو ممكن بمعنى صح التبيع وتهني بعد ما تخرج. مش عارب بقى سواء اونلاين تدي لواحد صاحبك تشوف بحض داخل تاني يوم ان انت تدهول وتتصرف بها. او ان انت تجيب تيكت اللي هو وترقى الدماء الخاص. طبعا فيه اوتيل جوه لو انت عايز حاجة سبيشل. طبعا اوتيلها هي بقى غالي جدا مقارنة بالبودجت اللي انا بسافر بيه على اونكو. فديزني لندن قضيت تقريبا فيها اليوم كله من اول والاخر ومن اول ما ديزني لند فتحت اللي هو مش فاكر تقريبا الساعة عشرة صباح او ساعة تمانية حايا كده. لحد ساعة تمانية بالليل بالليل والشغل اللي انه قوم بعملوها بالليل او الى اليوم تاني يوم بقى ابتجت ان انا ازور الاماكن تانية بس كان فيه معابد كتير صينية وانا زهقت انه من معابدة الصينية لانا اروشوهاп كل حيطةة في اسيا فمزورتش معابد كتير بس في حاجة لطيفة او طبعا تقريبا المعظم 날ikat 나오 hawkyun او اي ان كان بقى بيسموه ايه انت بتطلع بترام لحد فوق وساعتها بتشوف فعلا هونجونج كلها من فوق كل نطحات السحاب اللي احنا بتشوفها على الارض ده انت بتشوفها من فوق فعلا فما انظر بيبقى لطيف كده لو عايزين ديتيلت اكتر عن الاماكن سواء في هونجونج او في مكاو انا الكلام ده كله هعمل الاثنين في بلوك واحد واحطوهم على الويب ساعت عندي واللينك بتاعها هيبقى في الديسكريبشن ولو في اي اسئلة عن هونجونج او مكاو وحد عايز يستفسر عن اي حاجة ممكن يسيبها لي في الكومنتات او عن طريق الكمتاكت مي على الويب سايت وانا هرد عليك على طول ان شاء الله وصحيح ردا على السؤال اللي الناس كانت بتسألني ايه البيزنس اللي ممكن يعملوه في هونجونج فانا صراحة معرفتش معرفتش التفاصيل ديت سواء او انا عاد هنا او انا هناك غير ان في ناس كتير جدا بتشتري موبايلات من هونجونج او من جنوب شرق اسيا بشكل عام وبتيجي تصدرها او بتاخدها على مصر او على اي دولة عربية لان اسعار موبايلات هنا فعلا وخيصها مكرمتا بالاسعار في مصر نفس الكلام من جيرز بتاعة الكاميرات والاضاءة والكلام ده كله هتلاقي فيه فرق في الاسعار ممكن يبقى اهم الشرحة كويس بس لو انت هتعملها كميات مش عارف بقى حوار التاكس والجمارك والحوار دوت اصلا من الدنيا متحطرة في مصر ففعلا ما عنديش تقصير كتير عنه غير ان انت ممكن تشتغل في الحاجات الالكترونية شاشات كاميرات او موبايلات الكلام ده كله بكده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهاردة وان شاء الله هشوفكو في الفيديو جديد هتكلم فيه عن ايزيك علشان جالي اسئلة كتير مؤخرة عن ايزيك وازاي الناس يتسافر عن طريقة والأوبديتس اللي بتحسر فيها لان تقريبا اخر فيديو عملته عن ايزيك كان من سنتين ونص تقريبا فلو عندكم اي اسئلة عن ايزيك ممكن تحطوها لي في الكومنتات او تبعتوها لي عن طريق اليميل وانا هرد عليكم ان شاء الله في الفيديو الجاي و بس كده السلام عليكم